إذا لم نعرف الله كيف نحبه إذا لم نكن على علم بكمالاته كيف تنجذب قلوبنا إليه تعظيما وخوفا ورجاءا وما إلى ذلك من أعمال القلوب الكثيرة إنها لا تكون إلا ثمرة العلم به جل في علاه لذلك تواطأت كلمات العلماء على شريف منزلة هذا العلم وأنه في العلو والارتفاع والذروة في العلم والعلوم والمعارف إن الناس يطلبون أنواعا يطلبون أنواعا ويضربون في طرق كثيرة لتحصل العلم لكن أشرف العلوم هو العلم بالله ومما يشير ويؤكد إلى أهمية هذا العلم أن أول سؤال يسأله الإنسان في قبره من ربك ولا يمكن أن يجيب على هذا السؤال الخطير الذي به نجاح الآخرة وفوزها إلا من كان بالله عالما وبه عارفا جل في علاه